في إطار محاربة وقم كل أشكال الجريمة تمكنت مصلحة البحث والتحرير لدرك الوطني بوهران من الإطاحة بشبكة جرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية العملية جاءت استغلال لمعلومات مؤكدة تتفيد بتورط جماعة منظمة في نقل وترويج المهلوسات على إثر ذلك تم تكثيف التحريات واستعمال أساليب البحث والتحرير الخاصة التي أسفرت عن توقيف جرار طريقي مشبور وبعد تفتيشه تم العثور بأحد تجويفات المقطورة على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة عملية التحقيق مكنت من توقيف سبع أشخاص تراوح أعمارهم بين 26 و 47 سنة مع حج 29.023 كابسولة من نوع بليغابارين 1870 قرص مهلوس نوع إكستازي مبلغ مالي قدره 433 مليون سنتين من عائدة الإجرام حجز زرار طريقي مزود بمقتورة ثلاث سيارات أواتف نقالة بعد استفاة جميع الإجراءات القانونية ضمن المشتبى فيهما من السيد الوكيل الجمهوري لدى محكمة وادي تليلات حوله جناية متاجرة بالمؤثرات العقلية عن طريق الشحن والنقل في إطار جماعي جرامية منظمة جناية تهريب مؤثرة عقلية على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية